موضوعنا جدا مهم خبر كتير متداول حاليا ما بين عودة التعليم الوجاهي وما بين انه يضل التعليم اونلاين طبعا التصريحات مؤخرا رسمية بتحكي انه حنرجع للتعليم الوجاهي ارتباك الاهل كيف ممكن يتصرفوا مع اطفالهم تهيئة نفسيا اكاديميا بدنا نحكي مع كل هذا المواضيع مع الدكتور فرات كريشان ضيفنا اليوم يسعد صباح اهلا وسهلا احمد يسعد صباحكم يسعد صباحك فرات اهلا وسهلا فيك شرفتنا دكتور بداية هل متوقع جد يعود التعليم الوجاهي اتوقع انه اه يعني خلاص بكفير يعوده لا رجع طبعا بلا مش بس ممكن يرجع بصراحة صار ضروري انه يرجع يعني التعليم عن بعد كان له مشاكل كتير وترك اثاره مش بس على الاطفال على الاهل برضو طيب حكينا مشاكل كتير كان مرتبطة بالتعليم عن بعد صح رغم ان الكل كان يدعي انه نجاح نجاح رهيب طب شو السلبيات وشو الايجابيات اللي كانت للتعليم عن بعد هلأ السلبيات بصراحة كتير كبيرة وهاي معمول عليها دراسات واصبحت الامور كتير واضحة الآن الاثر الاساسي كان على الجانب الاكاديمي الجانب الاكاديمي ما كان بنفس قوة التعليم الوجاهي خاصة في المراحل المبكرة يعني الصفوف الابتدائية هلأ كل الدوائر التربوية والتعليمية تقريبا عندهم شبه اجماع انه هاي الطريقة في التعليم غير مناسبة للصفوف الاولى الاول والثاني والثالث والرابع الشيء الثاني ادوات التعليم عن بعد للأسف ما كانت متاحة للجميع ناس داخل عمان وفي القرى وإلى آخره ما كان عندهم اجهزة كمبيوتر كفاية حتى الانترنت نفسه حتى الانترنت نفسه نعم ففي ناس ما حصلوا ما يكفي من التعليم خلال هاي السنين يعني في عنا فاقد اكاديمي لا بأس شيء الثاني في عنا اثر نفسي كثير صعب على الاطفال وبيدي احكي هون عن فئة شوية مغمورة وفي الظل وما ناس بيحكي عنها هي فئة المراهقين فئة المراهقين الوجود داخل المجتمع في هاي المرحلة العمرية جدا اساسي الطفل بيبلش يكتشف شخصيته ويكتشف دوره في الحياة هذا الاشي من خلال تفاعله مع اطفال من نفس عمره بيبلش يسوي الشلل والمجموعات والجروبز بتبلش يصير عندهم الـ بدنا نطلع مع بعض على المول بدنا نطلع نعمل رياضة مراحل تكوين الشخصية صح هذول الاطفال تأثروا بشكل سلبي نفسيا يعني كثير من الدراسات بتحكي انه زاد عندهم معدل الاضطراب والقلق والصحة العقلية بشكل عام عندهم اصبح اصعب الاطفال في اعمار اصغر اللي هم المراحل الابتدائية ورياض الاطفال برضو بحاجة لتنمية مهاراتهم الاجتماعية والانفعالية في هاي المرحلة وهالشي ما بيسير الا من خلال اختلاط مع اطفال اخرين هلا للأسف التعليم عن بعد مش بس حرم الاطفال من هذا الموضوع بسبب ظروف الجائحة حرموا الاطفال من الاختلاط مع اطفال اخرين صح يعني حتى قل الاختلاط بين الناس فيما بينهم لكل هاي الاسباب مجتمعة لا صار التعليم الوجاهي جدا ضروري بس للأسف دكتور احنا عم نشوف حاليا كل الطلاب مبسوطين على فكرة التعليم عن بعد حاليا الطلاب مبسوطين بس اللي بيشوفه الاهالي ابدا مش مبسوطين الاهالي مش مبسوطين اكيد بس الطلاب نفسهم خلاص لانه بالبيت مريحين حالهم مدل للأسف دكتور حتى يعني حتى طلاب الجامعات بيفتحوا المحاضرة وهم بيكونوا نايمين صح هذا صحيح يمكن الطالب في العمار الصغيرة مبسوط انه قاعد في البيت صحيح لكن هذا الطالب ما بيقدر فعلا حقيقة احتياجاته يمكن هذا بيشيل عنه عبئ الواجبات المدرسية والآخرية لكن هذا الطالب في الحقيقة ما بيعرف قديش اهمية انه يروع المدرسة ويختلط في الآخرين سواء كانوا اطفال او اكبر عمرا او مدرسين وبصراحة لا يعني بنشوف يعني انا في العيادة بستفتل اطفال نفسهم ما شفت لحد هلأ ولا طفل ابدأ اعجابه في التعليم طب الحمد لله يعني هاي اشارة منيح حتى الاطفال اللي ظار للأسف حتى اشياء بسيطة من طراز الحركة يعني احنا اطفالنا قاعدين فيها البيوت شقاق الصغيري خاصة الاطفال في الأعمار الصغيري ما في عندهم مجال الحركة عددين خطأ كثير كبير انه افترض ان المدرسة هي عبارة عن مكان اكاديمي هي مؤسسة اكاديمية لا المدرسة بتوفر لطفلي المجتمع اللي لازم يتعامل معه يتفاعل فيه يعرف كيف يتفاعل مع الآخرين ينمي مهاراته الاجتماعية والانفعالية ينمي مهارات اللغة والمهارات الحركية يعني احنا مثلا قاعدين نشوف سمن كثير هلا لانه الاطفال فعلا قاعدين في البيت ما في حركة يتفرجوا دايما على التلفزيون دايما بتسلى أو بحاول يقضي على الملل عن طريق الأكل فهذا برضو أثر سلبي ثاني على التعليم طب دكتور مع كل هاي الأثار السلبية انا بس دائما مع انه الشخص فعلا يتطلع على الجانب الإيجابي لأي شيء حتى لو كان بصيبة صح ما في ممكن هلا احنا عم نرجع للتعليم الوجاهي هيك الكل عم بيحكي صح بس كمان في العالم كله عم بتغير الكورونا كلها ما كانت بحسبان أي إنساء صح صح ممكن بمرحل مراحل نرجع للتعليم عن بعد صح عن بعد نعم مش يعني المنطق أو الأفضل انه نشتغل على طريقة تهيئة الأهالي كيف يتعاملوا صح مع كل هاي السلبيات برافو هاي النقطة كثير رائعة في عنا قضيتين إيجابيتين لازم نطرحهم بصراحة أطفالنا الزمن اللي هم يجايين فيه هو زمن تكنولوجي وديجيتال بكل امتين صح هلا احنا ما بننكر انه التعليم عن بعد وفر لأطفالنا فرصة لتنمية مهاراتهم خلينا نسميها الإلكترونية فرضا كيف يبعث إيميل كيف يدخل على اجتماع أولاين صح هاي مهارات جدا مهمة هلا بنحكي للناس فعلا انه في عنا مشكلة صحيح لكن في جانب كثير إيجابي وإحنا بدال ما نقعد ونذمر ودائما نشكي وإلى آخره نحاول نستثمر هاي الفرصة في تنمية قدرات أطفالنا في هاي المجالات اللي هي بصراحة تصير لغتهم أيوة مئة رمية هاي حقوا عن طريق الأونلاين هنا كثير من الشركات قاعدة بتغلق مراكزها الأساسية والمباني وإلى آخره وبتحول أشغالها إلى داخل المنزل صحيح أطفالنا عندهم فرصة ذهبية يتعلموا هذا الشيء من الآن الأشي الثاني عشان ما نرسم صورة قاتمة وسيئة صحيح أنه في أنا فاقد تعليمي صحيح أنه في أنا فاقد نفسي صحيح أنه في أثر تطوري لكن هذا الشيء كله يمكن تداركه يعني هذا موش شيء قضاء وقدر ولا أنه هذا الشيء حيكون عبارة عن ندبي ووصمي يحملها الطفل طول عمره لا إحنا بنقدر كأهل من خلال تفاعلنا مع الأطفال من خلال إرسالهم للمدرسة لما يصير التعليم وجاهي أشياء كثيرة ممكن نعوضهم عن هذا الشيء كل شيء له حل وخلينا نعتبر أنه فعلا سنة أكاديمية بالكامل راحت هذا برضو يمكن تعويضه لاحقا المعلومات وكذا بيقدر يحصل عليها الطفل هلا دكتور نحن عم نحكي عن دور الأهل طيب هلا في حال رجع تعليم وجاهي الأطفال استعدوا وبلشوا أسبوع أسبوعين شهر تعليم وجاهي فجأة رجع قلب أونلاين هلا إحنا في عنا مشكلة أنه بسبب الظروف الاقتصادية الأم بتكون عاملة وأيضا الأب بيكون عامل هذا صحيح والطفل ما في مين يتعبعه صح هون طب هاي تعتبر صراحة كارثة صح إنه بالإضافة لأنه مش عم بقدر يتلقى المعلومة بالشكل الصحيح صح ما في مين يتعبعه صح هون طب شو الأهل المفروض يعمل هاي القصة كثير مهمة احنا دايما في طب الأطفال لما ننظر للصورة لازم نشوف الصورة كاملة أنا ما بيصير أتعامل مع الموضوع على أساس أنه تحصيل الطفل الأكاديمي والقضية قضية مدرسة وونلاين وطفل متلقي لا في أم عاملة هاي عليها ضغوط في أب عامل وهلا الأباء قاعدين بيشتغلوا وظيفتين في اليوم مثلا صحيح أهم قضية إنه نقدم الشيء اللي بنقدر عليه وما نشعر بالعجز والفشل مش مطلوب منك تكون مثالي العالم مش مثالي صحيح فعلى الأقل تكون انت كوميتد وملتزم إنك تقدم لطفلك اللي بتقدر عليه لكن إنه أظلني أشعر بالقلق والتوتر والسترس وابني راحت عليه السنة وأنا ما حاقدر أعمل له إشي ولادنا تدمره هذا لا يقدم أي شيء على الإطلاق هك فعليا أنت بتعطي شعور للطفل إنه انت فعليا تدمر مستقبلك تماما صح صح يعني بهندس له بيئته باتجاه الفشل لأ ما في مشكلة راعة لي يوم راعة لي يومين هومويرك ما قدر يحله مش نهاية العالم اللي بقدر أقدمه أقدمه إحنا بنعيش في عالم مش مثالي مش مطلوب مننا يكون مثاليين لكن في قضية ثانية كمان كثير مهمة الأهالي كثير الذايقوا من الأونلاين وهلأ الأهالي كثير حابين يرجع التعليم وجاهي حتى نقدر نخلي التعليم وجاهي لازم نظل ملتزمين وهذا الإشي للأسف اللي بلشنا نشوف إنه بلش يخف عند الناس إحنا هذا اللي نسألك عنه دكتور يعني بعد انقطاع فعلا سنة أو سنة ونص أكاديميا أو دراسيا شو المطلوب اليوم من الأهل كتهيئة للأطفال نفسيا أكاديميا وشو مطلوب من الأهل نفسهم إليهم هيئوا نفسهم كيف يعطوا الأطفال هاي الإرشادات بالالتزام زيما تفضلت أهم إشي يا أحمد قضيتي القضية الأولى الأهل كناس عايشين في المجتمع يعني حتى لو أخذت مطعوم حتى لو صابك الكورونا لا ظلك ملتزم بالكمامي والتباعد الاجتماعي والتجمعات الكبيرة اللي ما إلها داعي فعلا ما إلها داعي ما تكون أنت سبب في عودة الكورونا مرة ثاني بأشكالها المتحورة وتوصلنا مرة ثاني لقضية إغلاقات المدارس مثلا فإنت لك دور كبير كشخص في هذا الموضوع كأهل وكأب وكأم أهم إشي أنك تكون سبورتيف وداعم لطفلك وحتى لو رجع التعليم أونلاين برضو تكون موجود عشان الطفل وفعلا مثل ما حكت فرح ما نشعر الطفل أو نشعر الطفل أنه خلاص هاي نهاية العالم وأنه مستقبلك انتهى لأنه أنت أونلاين نكون صادقين مع أطفالنا ونحكي معهم بشفافية وكل طفل حسب عمره وما نظلم أنفسنا زيادة خاصة كأمهات الشعور المزمن بالذنب عند الأمهات واللي بشوفه بشكل يومي صح صح هذا إشي قاتل هذا إشي قاتل وحينعكس على بيئة البيت بشكل كبير فلأ نتفائل ونتقدم الشيء اللي بتقدر نقدمه ما حتطالب بنا نكون مثاليين دكتور حكينا عن دور الأهل كتير هلأ دور الأهم المدرسة نفسها شو دور المدارس هلأ في مهرجان خلنا نحكي العودة إلى المدارس اللي إن شاء الله جد أنهم يرجعوا للتعليم الوجاة هلأ إن حكت حكت الWHO والCDC لهذه المراكز عالمية مرموقة إنه إذا المدارس التزمت بتعليمات التباعد وارتداء الكمامي تصبح المدرسة مكان جدا آمن ومكان لا يكون مصدر لنقل العدوى يعني المدارس اللي بتلتزم في التباعد وغسل الأيدي وارتداء الكمامات لا تعتبر بؤر لنشر العدوى بالكورونا وبالتالي ما بتكون هاي المدرسة سبب في تفعيل جائحة جديدة أو تفعيل موج جديدة وبالتالي بنضطر نغلقها مفروض من مدارس اللي هم يبرضوا تضرروا من التعليم عن بعد طبعا إنه فعلا تلتزم بهاي الأشياء اللي هي كثير بسيطة وأصبحت في ذهنية الأطفال موجودة والناس تعودوا عليها مش صعب جدا نفرضها وبالتالي تصبح المدارس أماكن آمنة وما بتنحط دائما تحت الضوء في ظل انتشار أي موج جديدة أو الأخير أنا بس بدي أكد على جملة جدا رائعة بصراحة دكتور وقرأتها مرة أنه أي مصيبة ممكن تصادفنا حتى كلمة مصيبة ما نستخدمها هي مسألة أو مشكلة صح لازم أتعامل معها بدل اللوم والذن فرصة بالضبط هي فرصة صح لأن أثبت هل حكون قد هاي المشكلة أو لا صح وكل شيء راح ممكن يتعوّر نحنا نعتبره درس إنا صح وليتعلم منه صحيح سواء على الصعيد الأكاديمي أو النفسي أو الاجتماعي هذا الشيء اللي راح خلال السنة ممكن تعويضه بشكل جهد منك أهل وتعاون مع المدرسة طيب دكتور ختاماً بدنا نصيحة توجهها للأهل من هون لحتى يهيئوا نفسية أو الأطفالهم ويهيئوا هم أيضاً نفسيتهم للتعليم الوجاهي أهم شيء أهم نصيحة أنه نلتزم في المعايير للوقاية من الكورونا هذا جداً ضروري الشيء الثاني ما نلوم أنفسنا زيادة عن اللزوم نتعامل مع الموضوع بأريحية وفعلاً أي مشكلة بتواجهها نشوف فيها عامل الفرصة ونشتغل عليه أعطيك الفعال وبالوضع الوبائي الحالي أنت مع وبالطمدل كمان في أهل عندهم تردز صح إحنا مع عودة الطلاب إلى المدرسة حسب البروتوكولات جميل والطرق التي تفرضها كل مدرسة سواء كانت حكومية أو خاصة إن شاء الله يا رب كل الطلاب برجعوا للمدارس في أقرب وقت أعطيك ألف عالكي دكتور شكراً لأتواجدك شكراً على هذا شكراً فرح